كيف يمكننا للدعاء بدعم حقوق المرأة إذا تجنبنا الحديث عن هذه القضية الحرجة؟ يجب علينا تكثيف الجهود ودعم الميزانيات لتقديم مزيد من المعونة لتحقيق قدر من الوقاية بهذه الافتتاحية المباشرة بدأت أعمال المبادرة والقمة الدولية لمحاربة العنف الجنسي في النزاعات المقام بالعاصمة الإنجليزية لندن بحضور سيدة أوكرانيا الأولى ووزراء ومبثلين عن وزارات خارجية عدة دول ومنظمات دولية وسورية إضافة إلى شهود وضحايا العنف الجنسي والتي بدأت بتساؤلات تثير الذهول تتعلق بمحاسبة الضحية ومعاقبتها وممارسات مجتمعية مسيئة من خلال حجزها عن المجتمع أو هجرها وبحرمانها من تعليمها تارة ومن أولادها تارة وكأنها ذهبت إلى جحيمها بإرادتها لتجد نفسها أمام جحيم آخر من عقاب المجتمع والنبذ من الأسرة أو الدفع بهن للسفر خارج البلاد فعلى مداري سنوات الصراع في سوريا تركت التجربة المريرة للاعتقال عميق الأثر على المرأة السورية لما تعرضت له من تعذيب وانتهاكات متعددة وعلى رأسها وأقبحها ما تعرضت له من العنف الجنسي داخل معتقالات نظام الأسد وفروعه الأمنية في تجربة لا يمكن نسيانها والتي أحدثت فرقا لا يمكن تجاوزه وهذا الأمر بحسب خبيرة القانون الدولي أليكسندرا ليلي العاملة في المركز الأوروبي لحقوق الإنسان إن أكثر الجرائم انتشارا في مرافق الاحتجاز السورية هو العنف الجنسي ومع ذلك فهو من أكثر القضايا التي لا يتم الإبلاغ عنها ولا يتم الحديث عنها بشكل كاف في وسائل الإعلام ولا تتم محاسبة الجنات ورغم هذا التكتم فإن عام 2013 شهد 38 ألف شخص لجأوا لمنظمات الأمم المتحدة للمساعدة بعد التعرض لحوادث اعتداء تدعو القمة إلى تكثيف الجهود منع العنف الجنسي في النزاعات من خلال التوثيق وجمع الأدلة وتمكين محاربة مرتكبيها مستقبلا وتقديم الدعم النفسي والمالي للمتعرضين لهذه الجرائم من الرجال والنساء والأطفال وبذل الجهود للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في مناطق الصراعات اشتركوا في القناة